اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة مع جهاد في بداية الحلقة احب اتقدم بخلط العزاء في وفاة الدكتورة عبلة كحلاوي التي كانت نموذجا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها سلكت طريق الدعوة الى الله فالفتها القلوب وانارت بعلمها العقول واجعلها الله وعونا لمساعدة الفقراء والايتام فاللهم تغمدها بواسع رحمتك زي ما احنا متعودين في برنامج ساعة مع جهاد دايما بنناقش المشاكل الخاصة بالأسرة والمجتمع النهاردة حبينا نغير الموت شوية واجبنا لكم موهبة موهبة انا متأكدة بجد ان هي هتعجبكم موهبة شعرية لشاب جميل بواسس للحياة بمنظور تاني جدا حطت هدف قدامه وحلمه ان هو يبقى كاتب كبير وانشوه الله باذن الله نشوفه كاتب كبير باذن الله معي ومعاكم الاستاذ حمدي انا سهلا بك شكرا جدا سيد جهاد اشكر حضرتك على الدافة فيه في البرنامج هنا واشكر حضرتك واشكر سيادة المشاهدين على ان انا النهارة على التلفزيوني بنروح بس الفاصل الاول ونرجع نكمل حلقة وارجعنا لكم بعض الفاصل وبرحب بالكاتب حمدي رفعت اهلا سهلا بك اهلا بك يا سيد جهاد اشكر حضرتك واشكر سيادة المشاهدين اهلا بك عايزك في الاول كده بس تتعرف المشاهدين نفسك اه انا اسمي حمدي رفعت محمد حسين ولقبي حاليا بيقولولي الشعر حمدي رفعت طيب المؤهل بتاعك ايه او شابان او بتدرس لسه ولا متخرج انا حاليا بدرس في معهد مساحة بجامعة السيوت وبشتغل يعني جنب المعهد بتاعي طبعا يعني انت ما شاء الله عليك يعني بتدرس وفي نفس الوقت بتشتغل اه طبعا انت اصريت وقبل ما ندخل الحلقة قلتلي انا عايز اصحابي يطلعوا معي ويظهروا معي في الحلقة اه عشان هما دايما وقفين معايا هما لشدعوني ان انا اوصل هنا وكانوا دايما معايا في كل لحظة او في كل خطوة بخطيها كان دايما هما بيدعموني على النجاح وكده يعني تمام طب نتعرف على اصحاب حمدي فضل اه احمد مبارا و احمد شدد الشي من احد الدعمين لحمدي ما شاء الله عليك يا طيب بداية اكتشافك الموهبة حمدي كانت امتى اه كانت في شهر ست ايوة امتى حسيت ان انت يعني مسلا من انت صغير حسيت امتى انت عندك موهبة انا في مرحلتي من الابتدائي وانا ابتدائي تكتب شهر بس ما كانش عندي الا يعني ما كانش عندي اللي يدعمني وشجعني ان انا اكمل وابدأ كتابة واوصل لنا فيه دلوقتي يعني فالحد ما دخلت اول سنة وصناعي وابتدأت القشاعر في المدرسة بتاعتي وكنت بقول برضه اغاني دينية يعني انت كنت بتشارك اه كنت بتشارك في الانشطة بتاعت المدرسة اه وكرموني ومساعدة يعني جات لي العزيمة ان انا اكمل وان انا لازم حقه هدف الدنيا دي وابقى ليها دور يعني طيب انت شجعتين ان انا اسمع منك حاجة تكاتبها منك قصيدة يعني اه اه ان شاء الله انه عدم قصيدة تكلم عن كل الوشوش في الاول بريقة طيب سمعنا هي القصيدة بتكلم عن كل الوشوش في الاول بريقة اياك تحن الناس بعوك والخيانة بقت صحيحة يوم مع التاني تعود عليهم ويتعودوا عليك لانك عرفت عني قديد وجديم وكل حكايتي وانا كنت مقامن ليك بقيت تجرح فيها وتأذي كاينك عدوليها من الصديق وان اي حد في البداية لازم يبقى معانا كده بس احنا اللي قلوبنا بيضة وطيبين لأي حد بنشوفه جديد طيب اكيد ليها موقف معاك ان انت خليتك اه فعلا هي القصيدة بتعبر برضو لان فيه موقف حصل معايا فهو من احد اصحابي يعني كنا قاعدين وكده يعني عمل معايا موقف وحش فانا اللي هو انا من نوع اللي انا ممكن ممكن نكون واحد اتنين تلاتة بس هما اللي في حياتي ان انا ممكن نعبروا ونحكي معاهم فالفتر دي فكانوا هما ابعاد عني شوية فانا عادت الواحدة كده وفي دول طبعا عبر بورا وقلم وكده لحد ما انا لقيت نفس ان انا بكتب قصيدة وكنت متضايق يعني فعلا بس فكتبت القصيدة دي طيب تم بيما ان احنا بنتكلم على الصحاب انا نشوف صحابك رسولز احمد الموهبة بتاعتك برضو شاع لا انا موهب تكرة القدم اه بله يعني موهب مختلف اصطاعد دايما بجيب دينا كل جدي طيب السيد محمد السوشال ميديو السوشال ميديا يا راجل نفسك تبايل انت اطلا يعني انت ابحطت هدف دماغك يعني مثلا لما بيكون الواحد تغير بيقولك انا مثلا نفس ابقى دكتور ابقى مهندس ابقى جديد علي السوشال ميديا دي بصراحة والله انا حضرتك انا واخد دبلوم صناعة اسم كترنيات وعايز انامي للفكرة دي عندي فانا بداخل مجال السوشال ميديا ده عابد ان انا اتعمق فيه او تمام بس فده اللي امنية يعني ان انا حقها بامر الله ده كويس عشان نستفد منك حتى تفضل ان شاء الله بامر الله طيب طيب عايز اسألك على دور اهلك معك يا حمد هل كانوا بيدعموك او اكتشفوا ان انت عندك الموهبة دي انت؟ اه طبعا اهلي هم اول حاجة في الحياة وهم اللي كانوا بيدعموني خاصة والدتي يعني هي لها فضل كبيرة علي ودور كبير يعني ولا نفسي من اللي هي عملته معايا والانجزيات كل اللي حقاتها معايا انا نفسي يعني اطلعها عمرا نفسي واتماني من ربنا كده ان شاء الله ان انا اطلعها عمرا بس فهي تعبت معايا كتير وشالتنا كتير يعني انا والدي متوفي انا مش فتش ابوي تمام فكان برضو صعب عليها التربية والكلام ده يعني احنا سبعة احنا ثلاثة ولاد واربع بنات وحالين يعني منهم واحدة جوازت بس فهو ليها دور كبير معانا وسعادتنا يعني لو واحدة غيرها يعني مكنش يستحمل ده كل يعني وهي الحد النهاردة مكملة معانا وبتدعمنا وحالين هي اللي مدخلنا كليات يعني كلنا الحمد لله يعني واخد مؤهلات حلوة بسببها هي برضو واقفة معنا للآخر تمام طب انت شايف ايه اللي بيميز حمدي في شعره ايه اللي بيميزك انت في شعره ان انا بقول يعني بقول كلام حل تمام وبعبر بالجوايا وخصوان ان هو انا برضو اللي انا بكتب وانا اللي بلقي وبرضو بعيد الرأي على اصحابي واللي هو التس محمد والستس احمد بعيد عليهم برضو الرأي وهم برضو باخد رأيهم كده بالمصور هم اللي بيصوروني وبيدعموني برضو طب مين الشعراء اللي انت يعني قد وليك او اميرا اليابلي وشامة جاخ تمام وانا نفسي برضو عبقى زي اميرا البابلي وزي طيب انا عارفة ان انت مثلا لما بيحصل مواقف معينة بيجيلك الهام في حاجة معينة فبتكتب شعر بنيان على المواقف ده تمام طيب في مواقف حصلت كتير وخاصة على السوشيال ميديا دلوقتي منتشر وانا عارفة انت متابع تقريبا سوشيال ميديا كتير اللي حصل مثلا الظاهر اللي احنا بنشوفها دي مثلا القصوة ورقعة الاباء والامهات والحاجات اللي احنا بنسمع عنها مكناش نسمع عنها قبل كده ومسلا حاجات زي التحرش وحاجات دي هل جالك في مرة ان انت تكتب شعر خاص بالحاجة دي بيتكلم مثلا عن قصوة الاباء او عن التحرش او عن اي حاجة من دي او فعلا انا كتابت قصيدة برضا عن التحرش حلوة جوية جميلة جدا يعني انا اتأجيبكم طيب ممكن تسمع هلو؟ ماشي هي يعني انا قصيدة دعوة لكل متحرش تلبس واسع تلبس ديق تلبس طرحة او تتنزوف انت اساسا مالك بيها ماشي بشعرها او بحجاب متبرجة او لبس انقاب قعدة بتضحك في الاوتوبيس او سكتب تقرأ كتاب سبها في حالها وامشي في حالك ما تعملش واسع عليها مين خلك تحكم وتحاسب وتبرق للخلق كلام؟ مين اداك الحق تهنيها وتقول احكام؟ مين قال ان الفكرة في لبس الفكرة في واحد متعود او واحد مؤمن بيحس؟ الفكرة في واحد متعود او واحد مؤمن بيحس؟ الفكرة في واحد بيعامل كل الناس بشعور انسان او واحد تاني تفكير متصنف تفكير حيوان تلبس واسع تلبس ديق تلبس طرحة او تتنزوف انت اساسا مالك بيها طيب بص ايه الاجواء اللي انت بتشوفها او لما بتحصل بتحس ان انت عايز تكتب شعب؟ هل الاجواء دي مثلا عاطفية ولا ضغط؟ مطر؟ يعني في شعراء مثلا بيحبوا الشتاء بيحبوا المطر بيجي لهم الهام فبيكتبوا قصائب كتير؟ لا هي عاطفية هي بتجيلي رغبة يعني ممكن اكون قاعد وكده يعني بتجيلي رغبة وحماس ان انا اكتب باكتب وخاصاتنا برضو لما بتحصل معايا مواقف بس من غير مواقف انا بكتب برضو بس برضو المواقف اللي بتحصل معايا بتشجعنا اكتر يعني ان انا اكتب وعبر اللي جواهي ايه اكتر موقف حصل معايا ومن موقف دا اللي حصل خليك انت كتبت قصيد او طلعت القصيدة في وقتها يعني كنت بحب واحدة تمام فكني يعني مع بعضينا كده عادي كنت بتحبين وانا بحبها لحد يعني ما هي دخل انا كنت في ثلثة عدادي وهي دخلت سنول بس فاول ما دخلت انا دخلت انا كنت انا جايب مجموعة سنول بش جايب جايب يعني مجموعة سنول تمام وامايا اخويا توقمي برضو احنا فرد كنا دخلنا سنول فعشان برضو معانا واحدة تلتة توقم فماما قالت يدخشوا سنول صناعي وتحاولوا تكملوا منها ودخلوا هندسة يدخشوا سنول قلت له لا يا ماما انا احبب ان انا ادخل سنول صناعي وحاول ابقى زي اصحابي برضو واصل لهم وادخل كلية هندسة تمام ورحت دخلت صناعي فهي اول ما عرفت انا دخلت صناعي والكلام ده علتلي معلش احنا ممكن نبقى اخوات بقول لها ليه علتلي عشان انت دخلت صناعي وانا دخلت سنول وقلت لها منا ممكن برضو ربنا يكريم لو ندخل هندسة يعني انتم مش هتعرفين لما ادخلوا لهندسة هاتي لا لما تدخل ببقى ساعات هنقلين كلام تاني طموح حمدي دلوقتي ايه؟ طموحي انا يعني؟ نفسك تبقى ايه وشايف نفسك فين يعني؟ ان انا بقى شاعر وهبقى بش مهندسة اللي اتنين؟ اللي اتنين ان شاء الله ربناك لبقى شوف اصحابك هبدأ بالبش مهندس محمد ان شاء الله تبقى بش مهندس ان شاء الله تبقى بش مهندسة قل لي دورك مع حمدي ايه؟ والله انا دوري مع حمدي كاخوي الصغير تمام؟ انا بشجعه على اي حاجة وبعدين هو اصلا ما اعتبرنا اخوك كبير اي حاجة بياخد قرار فيها بيرجع لي انا الاول يقول لي حمد انا مثلا في المشكلة كده اعمل ايه؟ احلها ازاي؟ الكلام ده واما في حكاية الشاعر بتاعه الكلام ده كله انا يعني من احد الداعمين ليه وليس الاساسي كنت تجمعت ازاي؟ انا ملاحظة ان كل واحد طموحات مختلفة اكيد طبعا احنا الجمعنا كانت علاقة كان اللي صادف يعني هو اللي الجمعنا اكتر بيه كان جواز اخته ده اللي خلانا مسكنا في بعض قوي كده وكنت واقف معاه في كل كبيرة وصغيرة كان بيستشيرني فيها فمن بعد كده بقى كنا اي خطوة بنختارة احنا اللي تمع بعض طب هلما بيكتب مثلا قصائد او حاجة زي كده وبيجي عرضها عليك مسلا حتى لو فيه انت شايف فيه اختلاف فيها هل بيتقبل الحاجة دي ولا بيقولك لا وبيفضل على رأيك لا لا بيتقبلها جدا طبعا طبعا بالنسبة للاستاذ لعب الكورة احمد احنا طبعا على الاخوية وكده وعرفت انا عرفتها من جريب بس اكتر من اخوي للا اخوات كده مع بعضين ربنا جمعكم دايما يا رب عليك اهم امين يا رب الله بنروح لفاصل ونرجع مرة تانية وارجع لكم بعض الفاصل وانكمل مع الاساس حمد اه اقولي حمد طيب انت كنت بتكلمني في بداية ما كلمتك وكنت بتقولي على ان انت بتدرس وبتشتغل ازاي قادر توفق ما بين دراستك وما بين شغلك والله انا انا دي برضو كانت لحظة في حياتي برضو بسيط عليها قبل ما اشتغل انا مشتغل حاليا يعني الحمدلله يعني بفضل ربنا معايا صاحب الشغل بيقولي انا عندي الدراسة بتاعتك اهم من الشغل فانت لو عايز تحبب انك كنت مثلا تروح الدراسة بتاعتك نشوف الدراسة بتاعتك كده في السبوع يعني هي كانت مثلا تلات ايام السكاشر والمحضرات فهو قال لي مش مشكلة انا انا كنت عامل انا مثلا لو انا رحت وكليه وكده هيخصم مني فلوسه والاجر اللي انا شغال به وانا اصلى في نفس وقت انا محتاج الفلوس دي تمام فهو قال لي لأ انا عندي الدراسة اهم حاجة انا شايفاني في دعم من الاسرة ومن الشكر يعني دي حاجة كويسة مثلا مديرك في الشغل بيدعمك دي حاجة كويسة جدا اه هو بيدعمني فعلا وقال لي انت روح يعني المدرسة وكل حاجة وعايز تيجي مثلا على الهايبر تقعد فيك امين مش عايز خلاص ممكن تروح بالتعب وانا وانا برضو مش اخصم حاجة من اجل طيب يعني ده خلاص ده لي كل الشكر يعني يعني ربنا كرمك باسرة ما شاء الله وقفة جنبك سواء من الام او من اخواتك كرمك باسحابك وقفين برضو جنبك مديرك في الشغل يعني كل الاجواء مهيئة والله انا برضو اقدم كل الشكر برضو للاستاذ مصطفى الشيخ احمد على وقفه معايا فعلا هو برضو من احد واكتر الناس اللي بتدعمني يعني في الحياة والبشمونة المصطفى نصر يجيه بس فهو يداني الفكرة الحيلة هو برضو التشجيع ان انا اكمل معاه في الشغل وان انا احب الشغل معاه عشان هو مشجعنا على الدراسة فزي ما هو بيدعمني اللي دراستي انا بيدعمه في الشغل بتاعي يعني انا بحب الشغل بتاعه طب الشعر ده انت شايفه موهبة ولا هواية لا موهبة موهبة اه يعني مش هواية ممكن يكون واحد ما عندوش اصلا الموهبة دي من هو مثلا صغير ممكن ممكن هواية بس اخدها مجرد ان هو هواية اه ممكن يكون حبها مثلا ان هو حب ان هو يلقيه كده والكلام ده ويتفرد على سوش المية كتير او جواه حاجات مثلا عايز يكتبها او يعبر بها بالشعر طب احنا عايز نسمع حاجة تانية من انت محضر انا هقدم قصيدة قصيدة بتكلم عن العمر بيكبرنا العمر بيكبرنا والدنيا بتعلمنا سنة سنة مع كبري سنك كل يوم توريك حالها وتكشفلك اوراقها مع حجم سنك تديك درسك وان اصحاب المصالح كتير واصحاب السوق يامة منهم طوابير وفي كل حتة متوزعين وفي نص يا من نص شريعنا متجمعين مصالح او في سوق قاعدين يامة ناس كتير منهم متلطعين على الاهاوي والمصاطف مستنين سجارة ولا صبعين حشيش ولا برشامة جنب العوين وتلاقيه في الشرب حديد والبطل من يكمل في الشدتين اصحاب الشدة 2-3 يا دوبك على يد معدودين غريبة يا دنيا وعجيبة بجد وأحوالك ما تعجب حد وأوجاعك ولا تتعد والعمر بيجري وبيمر بس احنا اللي مش واخدين بالنا ومتلاقيين في المنصب ومين فينا معاه ومين بقى مشهور وعداه وان المال اساس الحياة وغفلين عن ذكر الله وتلاقيه يفكر في بكرة وعادي تلاقي الدنيا واخدها الدنيا بقت معاه احلى حياة والحياة فيلم ودراما وفينا ماتت اي غيرة وده اسوأ على جزء الكرامة واللي يبقى صريح ودغري للأسف في زماننا ده يدفع كل الغرامة يعني يتديلك اشارة فيها حاجة مش مريحة يعني لما تبقى قاعد وطيجي طوبة في اللي جنبك ولما تلاقي العمر بيخرص فجأة تحدي من حبيبك يبقى مضمون الرسالة انه مستنيك وسايبك تفهم اللي في الرسائل لسه عندك وقت تلحك تبكي على كل العماية خفي نفسك من المشايل والغشاوة اللي في عينيك خلي بالك خلي بالك انه ممكن يكون الدور عليك وان الطوبة تطلع مكتوبالك وتيجي فيك ايه اول قصائد اللي انت كتبتها فاكرها اه اللي هي بتكلم عن في كل حكاية نصيب في كل حكاية نصيب اه فاكرها يعني ولا نسيتها اه فاكرها طيب ممكن تقولها ماشي اياك تقوللي علشان هي حبيبتك تحكي لها كل اسرارك وضيقتك ما هي برضو ما كانتش بتسمعلك ولا واخد بالها ما تقوليش دي حبيبتي ما هو كلام حبيبي وحبيبتي ده كلام علشات قديم ما هو ياما ناس كتير وقعت فيه كان كلام كتب في كتب كان وهم من البداية ما قالي طايش لا يعرف يحكم ما بين حب وما بين نصيب ولما كبر العقل بقى الكلام كبير وان كل الحكاية نصيب واللي مكتوب لك هيقول لك يا عم انت ليه حزين وكئيب ما ربنا بيرتبلك اللي مكتوب لك اللي هو احسن مني ومنك ما تقوليش دي حبيبتي هو انت كنت بتعرفها من الاول ولا كل الحكاية كانت صدفة دي كنت عاملها حياتي بحكي لها سري وضيقت وفي الاخر طلعت مش حبيبتي طلعها قلبي غافي اللي يعرف يحكم ما بين حب وما بين نصيب هو انت ليه من البداية حبيت وانت عارف ان كل الحكاية نصيب ما تعمليش فيها دور الحبيبة وانك الواد الأمور وانت عارف ان كل الحكاية نصيب اللي ينور عليك اللي ينور عليك دي اكتر حاجة عن كنت بعمل لي طيب معنا مكلمة معنا مدخلة هاتفين من سوريا اسيوت سلام عليك سلام عليك طيب فصل الخط تعود لتسلمينه مرة تانية طيب قولي حمد ايه اكتر قصيدة انت بتحبها انا كنت عامل اللي هي في كل حكاية نصيب والكل يشوش في الاول بريئة وكنت عامل برضو واحجة انت بتاخدر لبناغك كتير ولا ايه لا كنت عامل برضو بتاعت ماما اللي هي كنت عاملها قصيدة برضو هي الام المثالية الولدتك اه وانا كنت بعبرها ما نجي عند ست الكل بقى نوقف بقى اشي تمام احنا عايزين نسمع بقى حاجة لست الكل واكيد طبعا هي والدتك اكيد بتتفرج علينا دلوقتي حاليا يعني اه تمام ايه ثانية واحدة بس ايه استعيد ليش براح تخلها علشان طيب قبل ما عبال ما تفتكر ناخد المكالمة ماشي تفضل السلام عليكم ماليكم السلام ازايك يا سرية عاملة ايه الحمدلله تمام تفضلي نصورك عايزة قصيدة ايه زي الفول عايزة قصيدة ولا ايه مش سمعك كويس اه انت عايزة تقولي قصيدة اه 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 تفضلي تفضلي طيب بصي وقت التلفزيون الاول واسمعيني من التلفزيون ماشي ماشي خد اللي حبك ما دخدت اللي تحبه شكرا شكرا انت بتقولي قصيدة ولا ايه مزا تفضل 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 مقصودة مكسوفة طيب قولي حبدال فيه اوقات اكيد طبعا معانا انت بتفضلها لما تيجي تكتب بالشعب صح؟ اه طبعا وقت بيكون اهادي جدا وانا بحب يعني ان معاود بقعد في قطي على سريك كده ياما بقى ومشغل اضاءة وطفل اضاءة طبعا بحب بكتب بجيب وراء وقالم انا معايا اجندات في البيت تمام بكتب فيها بكتب فيها كل الكلام اللي هو مثلا اللي بيوجعني من اصحابي من اهلي من اي حد بكتبه طبعا فورا وبعد كده بفضل راجع في الكلام ده فمن خلال الكلام ده اللي انا بعبر به ده كله كنت بجيب باسلا وراء وعالم كده وكشكول وبفضل اكتب بعمل ابيات شعرية ولما كنت بكتب ابيات شعرية كنت مثلا اللي اختلت فهي حاجة سناخد مكالمة الاول عمر الشيمي من اسيوت السلام عليك وعليكم السلام عليك ازايك سيد عمر ازاي حبث كيف سيد اتفضل وعليكم السلام عليكم بركاته طب ممكن توطي التلفزيون بس اسمعني من التلفزيون اوكي اوطي التلفزيون اتفضل سيد عبد بالنسبة للشعر ومحمد برضو ده زميله اللي هو بيفط الشارس محمد رفعت حمد يا رفعت حمد يا رفعت شكرا لحضرتك باشكر حضرتك كم المال انا فكنت بكتب فكنت بستشير واحد وهو اللي متذكرنيش بس هو يعني من عندنا باسيوت وهو دي كلمة شعر قليلة عنها ليه ليه هو مش عايزك هو بيقول ان هو مفيش مش ان هو مفيش دعم اللي هو من نوع اللي هو حاول كتير بس مليجيش حد وصله هنا هو اليأس في حد ذاته مش حلو وعمره ما كان طريق للنجاح عشان توصل لحاجة لازم تسعليها مرة واثنين وثلاثة هتقع وهتقوم هتقع وهتقوم بس ما تستناش ان حد يطلعك انا اكلمته في كده وقلت له مش مشكلة انا معايا حلقة وممكن تيجي تشرفني وكده قال لي لا يا عم انا كبرت ومعايا عالي دلوقتي ومش هقدر اطلع ابدأ قلت له يا عم لا طيب وفي مكلمة مفاجأة لك تقريبا كده يعني دلوقتي معانا انا سيد مصطفى أسيوت ازاك سيد مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضى من غولين للستوديو الحمد الشعر وستاذ محمد شداد وستاذ احمد عبدو مع الاعلامية الكبيرة طبعا ربنا خليك رب تسلام طبعا احنا شاعد حمدي ده موهبة من الصعيد موهبة قادمة يعني ان شاء الله يكون هشام الجاكة رقم اثنين ان شاء الله وهو عمل قصيدة حلوة الحب من اول نظرة ايوان عزاك الجبل العام جملة جدا يعني قصيدة كملة جدا كده وربنا يوفقه وهو الشباب اللي معاه بلحظة شباب في البلد هي الصعيد صراحة مليانة مواهب يعني انا عايزاها اسألك سؤال بس على حمدي فضل انا عايزاك تقول لي يوم ومعاك ايه دوشك برضو بموضوع القصيد والحاجات دي ولا لا ده على طول ده المكتب عندي ما شاء الله كله قصيد المكتب كله قصيد عام المذكرات هنا في الدول طب ده انت عارفه من زمان بقى اه ده حبيبي حمد الشاعر ده من تلميذي يعني المكتهدين يعني بنا عايزاك اسأل مصطفى بشكر حضرتك اسأل مصطفى منوارتنا طيب هو بقى ايه هو الايه لو ما قلتش انا ملاحظة ان القصيدة كلها تقريبا كده عاطفية يعني هي كلها حلوة بس انا يعني انت بص الاول بس اكمل القصيدة اللي هي بتاعة الام مش عشان اكيد هي عشان متزعلش مننا مش منا كده يعني هي القصيدة بتكلم عن الام المسالية ماشي؟ تمام اقول لك كم بيت منها انا كان برده ماشي بيتين منها مش مشكلة اوم المسالية لي ولكل الناس لو كان بايدي ومعاي رتبة ومال لكنت عملتلك تمثال من ماس وكتبت عليه اوم المسالية لي ولكل الناس علشان مش معاي امكانياتي هطلعلك على شاشة تلاتين اربعين بوصة ووصفلك قد ايه بحبك كتبت شعر فيك بخط ايدي وقلت على قنات اللي عملته امي ما تعملوش واحدة في مكان وانا بحبك رسالة هي اكيد طبعا مبسوطة بيكوية بتتفرج عليك دلوقتي معانا واسامة من القاهرة محتاج فعلا حد يكتشفها وحد يدعمها هو السعيد فعلا جواها مواهب كتير بس متفونة في السعيد بس مشكة ما فيش الناس ما فيش اللي تدعمها المواهب ده ان شاء الله كده طب انا ايكلم بناك تتشفهم وتدعملون في احسن حاجة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دايما متقلقين طيب طب عايزة منك نصيحة توجيها لأحمد طب انت شايفه في مين انت في اللعيبة بالنسبة الكابتين احمد كابتين احمد يعني نرضى نقول طلعت لماندان ترقي طلعت طلعت محمد طاير بالنسبة الماضي طب دي مجاملة بقى دي ولا ولا حقيقة لا والله ما مجاملة انا سبكت عن ايه بدل الماضي عشر هو فعلا كابتين مهندة عالية جدا انا بشكر حضرتك دكتور اسامة احنا بصراحة السعيد فعلا مليانة مواهب مش بس السعيد القاهرة كلها مليانة مواهب بس محتاجة اللي اللي يطلعها ويقرجها ولي يزهرها للمجتمع وحنا يعني ان شاء الله بإذن الله يعني عشمانين اكتر ان الناس دي تظهر دور المسؤولين بس على فكرة دوركم انتو بردو دوركم انتو انتو تسعوا على نفسكم وتطوروا من نفسكم دوروا على مخارج ان انتو تظهروا منها انا انا عملت اليوتيوب فعشان ان انا سمع صوتي للناس كلها و اوصل للتلفزيون اللي هو اليوم اللي انا فيه النهاردة ده عشان اشكر بردو كل الناس اللي هي دعمتني ووافت معاي بردو وبردو اشكر محمد شداد واشكر احمد عبدو واشكر حضرتك بردو ان دعمتون ان انا اوصل هنا وده بفضل ربنا اوانا وفضلكم انتو تمام و انا بردو اتمنى يعني ان ممكن اي برنامج تاني بردو يتمناني ان انا اطلع معاه بردو واقول شعب وعحمد يعني بردو بيصور في البيت وكنا بنجد مصوره احمد الناس اللي بستاخد المكالمة دي ونرجع لأسئلتنا داني معانا نور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازايك؟ الحمد لله ازاي كنت ونوري الشاشة ربنا خليك والله ربنا بارك فيك والله حدقة حلوة كتير ربنا خليك انت مش باشايا ممكن اقول لنشهده علشان عايدي الشرطة اليوم ممكن ايه؟ عن الشهدة اه اتفضل اتفضل تمام قمر الشهيد عمر الوحيد حدن الرضا بعد السمود ومضى الى دار الخلود والتعة والدم والدم والبعد بها تمعذب يا ارض ما شئ تطلبي لبيك لبيك اجود قفت العيون فلا حرام والوجه يا وجه البناك والروح تحضن هادنا ارسل منون الله بصراحة يعني ما شاء الله عليك الصوت الجميل جدا لا حلوة جدا جدا صوتها جميل فعلا يعني في مواهب كتير بجد والله يعني بيصعب علي الناس دي اللي هي بتبع عندها مواهب وفعلا محتاجة فرصة ان هي تطلع يعني الناس دي يعني شاء الله برضو انت تلاتا عجبني الترابط ما بينكم يعني انا من الاول الحلقة ملاحظة ان انت بتتكلم يعني مثلا محمد احمد هو نفس النظام برضو محمد لما اتكلم ففيه ترابط ما بينكم ربنا يديم يعني اه انا بصراح انا بأزهم جدا جدا وبشكرهم جدا جدا لو قفتهم معي لحت الان يعني انهم وصلوا ودعبوني لحت هنا هو حلو برضو ان انتوا يعني مختلفين تمام يعني طموحاتكم مختلفة ومع ذلك متجمعين مع بعض وبتساعدوا بعض اه كان فيه دكتور قسامة كان بيتكلم بيقول ان انت عندك موهبة كرة القدم نفسك تبقى وانت او اول حلقة قلتلي انك نفسك تبقى لعب كرة اه تمام مين مساكل اعلى في الكرة اول حاجة انت اهلاوه او لازم ملكاوه اهلاوه طبعا اهلاوه اهلاوه انت مين من اللعبه يعني مسال اعلى ليك او قدوه هو في مصر ولا برا مصر لا في الكاهرة اه حاليا دلوقتي اه مفيش ما كنت نحب رمضان صبحة انو كده طيب معانا سيد عبد الحفيز السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه اه ربنا يخليك يا رب تسلام الله انا كنت بس اعرض عليك بالنسبة لكابتن احمد حفيز انا اتفضى اه كنت بس عاوزة اقوله ان هو يعني بصراحة مهبة وعدة باذن الله ما شاء الله يعني كان وقابله كان بفز على افوه ومحمد اه ده العيلة كلها كروية بقى بس هو بقى لسه الفرصة قدامه ولسه تغير الفرصة قدامه يعني متاحة خالص ان شاء الله باذن الله يكون حد المسؤولين متابع بس انا عاوزة يعني اقوله منحظة اه اه اتفضل إن الناس دي هي شايفك وعارفك أكثر من يساو ناو فتخلي بالك من الحاجة دي أنا باشكر حضرتك أستاذ عبد الحفيز نورتنا طيب إنت بتلعب تقريباً كده أنت معروف هناك يعني فأنت بتلعب مركز ايه يعني هجوم ولا دفاع ولا باكينين باكشن اه؟ هو في شمال شمال؟ هو في شمال ايه هو في شمال دي؟ أنا مش بافهم كرة أجل بحشي مكرر مدانسوب حتى دي او طيب ماشي طبعا. 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 ايه بالزبط? بالنسبة لك انت كدعم ليه? يعني زي ما انت كنت ابتدعم مسلا حمدي هل برضو ابتدعم احمد بنفس المنطق ده يعني ولا انت ايه? اكيد طبعا. هل بتتقبلوا طيب نقضوكم لبعض? اه? اه. اه طبعا. اه فعلا. مفيش الشد ده. لا لا لا. كلمة قد راحب معاك. فس ده بيرحب بالفكرة وده بيرحب بالفكرة. فده اكيد بكلنا كلنا ايوب ما فيش حد خالي. فده احنا بنعدل على بعض بمعانا اصاب. فده انا مسلا شايف فيه حتى غلط. واحنا من الخاصية الحلوة اللي فينا ان احنا بنسمع لبعض يعني. من ادي فرصة اللي التاني هو يعني ان هو يتكلم معانا ونسمعنا. وبرضو كابتن احمد برضو من احسن اللاعبين عندنا في الصغير. طب ليه ما حاولتوش انه سواء يعني في المجالات المختلفة انتو يعني. ليه ما حاولتوش انت كمجال شعر وانت كمجال كورة وسوشيال ميديا. ليه ما حاولتوش ان انتو تتقدموا بحاجات زي كده. عشان عشان انتم اصالي لأي مكان عايزة واسطة. عايزة واسطة. اه كابتن احمد برضو اه كان مقدم في نادي وبيلعب فيه الكلام ده بس ما تابعش خاطر الوسطى. بس. تمام طب احنا كان معانا رسيز مصطفى. تمام? اه رسيز مصطفى. هو قال ان ان انت ايه? لا ما هو مش هسيبك بس اقال ده. هو قال ان في قصيدة انت كاتبها كانت جميلة جدا اللي هي الحب من اول نظرة. ات حبيتك اكيد. ماشي بس انا مش محضرة برضو لان جو السفر اللي لغاية هنا يعني مش وار وتعب وانا برضو كنت محضرة ربا قصير. حتى بتيد مسلا منها ولا حاجة? او ايه الموقف اللي خلاك تكتبها اصلا? لان اكيد كل قصيدة من انت قلتهم دول اكيد لها موقف يعني ما انت وجدش. اه فعلا كل حاجة لها دور طبعا. اه. وبرضو في حاجات ملاش دور انا برضو كنت بعبر بها من نفسي يعني. ايه القصيدة تعت حبيتك ده شيء اكيد. هي حبيتك من اول نظرة ده انو انا قصيدة. تمام? هو انا كنت شفت واحدة تمام? اه اه الفرح. فكنت معجب بيها يعني. فانو لو انا كنتش يعني عارفة اتكلموا الكلام ده يعني بس انا منو علي يعني الخجول وكسوف يعني بتكسف جدا يعني. انا مش عارفة. طب تحب كتير بين عليك اللي. بس. اشكوص ان انا انا احب كتير لا والله. هو هو الموقف الموقف الاول اتعلمت منه كتير يعني. اتعلمت اتعلمت يعني انا ما اتعلقش بحد. ما ما تمسكش بحد. يعني انا ان انا مثلا كنت اتحب واحدة مع سوشال ميديان. على واتسة على الفيس على المسيين جرنة تيلي جرنة كله ده. كله ده يعني مش اللي هو بيبجى مش مضمون يعني. ساعة. معنا مداخلة هاتفية. علاء اسيور. مداخلاتكو كتير. شو عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بركاته. اه. تفضى. اللي هو بني الشاشة. الله ايه خليك بس الزلاء. اه. انا حاجة اتتلم على اسكوز احمد. كابتين احمد عبدالحقيد. بس كلها بتحبك يا عم. لو شكله ليه شعبية عندك وبين ولا ايه. اه كابتين احمد لعب كبير وربنا افراه في حياته. بس اهم حاجة بس يخلي بالا من نفسه. طب انت هتعرف احمد من ايه? احمد اخويا. الله ايه. شو مفاجأة بقى. بس اه مش خاضر اخويا ان انا بقول عليه تيدي يعني. لا هو كان فيه مداخلة هاتفية قبلك كده كان بيتكلم اه بيقول ان انت و اخوك محمد و احمد عندكم من نفس الموهدة. لسه عام عندك عندك وقت كبير. عندك وقت كبير انا كنت اهم حاجة ان هو احمد اخبر من نفسه برضو ايه يبقى عن تقهب نفسه زيه يعني. عشان هو سيطة عند مفقودة شوية. اي نادي بمداشر اللي هو يعني لربيه لعب مسلا في اي نادي. ما ارعب في البلد ارعب في ارعب في ارقبا عندي اصمار. ان شاء الله بينا يا رب. ما ابدعموكم برضو اهم حاجة في الموضوع دعم الاسرة. بدعم الاسرة طبعا ان شاء الله كل حاجة هتعدي ويوصلوا اللي هم عايزين. كل حاجة متوفرة بس تدفل شوية وربنا ان شاء الله خلال. ان شاء الله بشكر حضرتك يا سيد علاء. طيب بما ان الحديث بقى عليكم بتركز ومداخلات احمد. عايز اشوف احمد شايف مين في العبت شايف نفسه في مين في العبت الكورة. يعني مستوى مين يعني? انت شايف نفسك مين يعني انا بتفرج على مثلا كورة ولا حاجة ببقى مثلا بشوف مثلا ابو تريكة او امحمد صلاح او اي حد كده بشوف بقول ده شبه كزا ده فيه من كزا فين? انت شايف نفسك مين? انت شايف نفسك مين من العيبة? ابو تريكة رمضان صبحية محمد البركات. ابو تريكة طبعا محدش بيختلف عليه خالص. لا يعني كمهارة وكاقلاقا يعني. نفسك تلعب فينا دي ايه طبعا? الاهلي. طب انت اطموحك علي اول. طب ليه ما بتسعيش? يعني هو زي ما جاله في الا. وفي في حاجات كتير خالص لي انت بتسعيش? ما هما جاله في زي ما جاله في الاول هي كورة عايزة وصاية اصلا. زي ما جاله في الاول. انا غلبيت الكورة في وصاية. مش شرط. هو الاجتهاد هو اللي بيوصلك في اي مكان. ما عاشي بس هو برده يعني غلبيت الحاجة يعني كده الاندي كلها عايزة وصاية. اه فعلا. اشتغل لا اشتغل انا مش بالوساط فان. حتى انا اه لما كلمت اصحابي وكلمت ناس كتير في المشاور دي ان انا اوصل السيشال ميديا وابقى في الحلقة دي. اه ناس كتير قالتلي برضو اعمى انت مش هتوصل توصل ازاي. بس ما فيش الكلام ده. لا 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 لا. كل واحد فينا بيخبط على بابه. والاجتهاد هو الاساس. طب انا 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 جاي النهاردة ان انا بثبت لكل الناس اللي شايفاني برضو والسادة مشاهدين. اني انت لو عندك لو عايز تبع عندك طموح وتوصل انت هتحرك من نفسك. بس لناش حاج يحرك يعني مستحيل يعني مش هقولك مثلا تمام في المية ولا مية في المية. مش كل الناس هتدعمك. انا النهاردة يعني محمد واحمد اما اللي دعموني انا اجي النهاردة هنا والساد مصطفى مش مانس مصطفى ناصر الدين. وبرضو في دعم الناس كتيرة دعمتني وكابتن بريد محمد رمضان برضو. دعمني انا اوصل هنا. طيب احنا معانا مداخلة هاتفية محمود صلاح من اسيوت السلام عليك. ازايكو سيد محمود. انا محمود صلاح من اسيوت السلام عليك. ازايكو سيد محمود. انا محبطتنا عادة احمد عب حفيد كانوا غلابة في الكرة. انا روح اتفرج عليه بعد كده. مفيش ملاش حل تاني بقى. طيب انت هم صحبك? اوه انا حمدي واحمد محمد صحابي اوه. طب عزاك تكلمني عنهم بقى عن حمدي صاحبك سيبك من بقى حمدي الكاتب والكلام ده. تكلمني عن حمدي صاحبك كلمني عن احمد صاحبك على محمد. اوه احمدي وقام من شفتيات المحترم احني انا احنا حشار فتح يعني. نفس يعني. نفس تعني. نفس تعني. والنفس اللي تعليق دي بقى قوي. واحمد دي طبعا من فضل للعمر معظ. محمد شداد. احنا نفسه متحرصها بس الشخصان محشارة محشارة مفضل فارسة. انا عزاك حبيل. تعمل. في اي حاجة عايز توجهها ليهم قبل ما تفسر يعني بستنا ملاحظة فيه برضو دعم كتير يعني ما شاء الله عليكم دعم كتير سواء من الاهل سواء من كل المحوطين حوالكم يعني انت كل البيئة مهيئة ليك ان انت تكتهد وتوصل لهدفك انا عايز اسأل حمدي هدفك ايه اللي انت عايز توصل ان انا بقى مش مهندس وشعر طب ويه اللي يمنعك حاجات كتير يعني يعني ظروف برضو المادية برضو مش اللي هي تمام والدراسة الدراسة انا بادرف سيئة كويس والحمد لله يعني بس برضو زي ما قال كابتل احمد عبد اني كل حاجة برضو وسط يعني انا حتى انخلصت مؤهلي وخطي الشهادة بتاعتي انا هسعى انا من النوع الحمد لله ان انا طموح بسعى وبدور كتير ومش بايقس كتير يعني من الناس كتير تكلمي وانا برضو من النوع اللي ممكن واحد لو يقاسني انا برضو بتوقع عندي العزيمة ان انا كمي بس برضو بقولك برضو كل حاجة تمام احنا معانا مدخرة برضو هاتفية تانية من احمد عبدو السلام عليك السلام عليك وبركاته انا عدم الحمد الشاعر يتكمل معاك وبركاته المجتمع كويس المجتمع تمام ممكن توطي التلفزيون ماذا؟ ماشي باشكر حضرك انا مش سامعي اه؟ او شكرني مستحق شكلك طيب انت سمعت انا مسمعتش بقا طيب بسا احنا كنا بنتكلم على الاجتهاد وانك تسعى وتوصل لحلمك بنفسك انت فيش حاجة تمنعك ماشي الظروف المادية في ناس كتير تظروف هالمادية مثلا على قد بس ده ما يمنعش انت بتجتهد بتقدم اي مسابقة شوفه وحاول توصل فاهم انت كلما بتعمل يا ربنا دولك انا ضدي كلمة مستحق انا بص انا بحب حاجة مفيش حاجة اسمها مستحق ضد كلمة مستحق تمام اي حاجة دايما انت عايزها هتكون لك بس انت اسعى مفيش حاجة اسمها انا اقعد في البيت ومعايش هادا او مثلا انا معاه موابة ومستنى ليجي اللي خرجني بالزبط انا بتكلم في النقطة دي برضو الكلام ده برضو الاحمد يعني انت ايه اللي عملتو يا احمد عشان توصل مثلا او الهدف اللي انت حطو قدامك عشان توصله يعني نلعب والروح ويجي طيب ماشي عشان توصل تبقى لعب كورة سألتك في الاول وتولها لسا بقى لعب كورة صح؟ اه طيب عشان توصل للحاجة دي مش المفروض ان انت بتسعى لها طيب بس بسعى وطور من نفسك انت لسه صغير وفي فرصة كبيرة او قدامك دي ما بتعملش كده لسه طيب معنا ياسر من القاهرة السلام عليك السلام عليك طيب بشكر حضرت اه برجع اكمل الكلام انا ملاحظة ان بص يعني انت حطيت حاجة قدامك هدف وانا بتكلم معاك انا بتكلم معاهم وملاحظك برضو انت قاعد يعني انت حسك في هدف في دماغك وبرضو شغال بتسعى لي مش بتفكر انك هتعمل ايه الخطوة اللي هتقولها لا يعني فهم لو انت ماشي بخطوات واحد اثنين ثلاث انا همشي هاوصل لي كده ان شاء الله اه البرمجات اللي انا عايز اوصلها هي دي هدف اللي انا عايز اوصله بعد السوشيال ميديا لان انا بدخل على مواقع والكلام ده بستفاد منها بحاجات بس انا ملاحظة ان انت بحد انت الوحيد اللي فيهم يعتبر ملت بنظم خطواتك وانا برضو بتمنانه كل النجاح والتوفيق في حياته معانا مادام سوسن السلام عليكم خط فصل ماشي تماما اه هو انتو اتكلمت مع بعض تماما وفيه طرف رابع ما ذكرتهوش اه المفروض من انا مفكركوش يعني لا لا برضو هو برضو ليه فضل كبير علينا برضو عاوي على حال الدين تمام برضو هو من اكتر الشخصيات الحلوة اللي هجبتني في حياتي هو برضو هو اللي يدعمني يعني انا وفي البلد فصيوت هو اللي يدعمني اللي انا اوصل هنا هو قال انا رايح برنامج في ناصر اه هو ورق كاميرا مش راضي يظهر ليه عم يظهر هو هو دعمني طيب انا عايزاك بس كل واحد فيكو كده كلمة قبل ما نختم برنامجنا اه كلمة شكر هتوجيها لمين والله انا اشكر كل استادة مشاهدين واشكر كل الناس اللي دعمتني واشكر اصحاب الوقف الجنبية واشكر علي علي برضو اللي هو مش راضي يحجر معانا تمام وانه هو وقف معانا برضو هو اللي دعمني وصلني لغاية هنا واشكر لزي مصطفى الشيخ احمد انا دعم وصوله هنا والبشوانة مصطفى نصر الدين اللي هو مسك البيتجي بتاعي ومسك المواقع النتوى اللي زي محمد واشكر مامتي انها وصلتني لحد هنا واشكر اخواتي كلهم اللي مقفين معاين طيب وحضراتكم بتوجهوا شكر للحد طبعا كده يعني بنجل شكر للسادة المشاهدين والناس اللي بتواصلت معانا دلوقتي وحب بنجلهم الشكر عنه الاهلي في البيت الشكر الربنا طبعا الاول ثانيا اللي كنتي والفضل في الاول في الاخر يرجع السيد الوالد والدتي ربنا يديهم الصح يا ربه وطلطة يا رب امين يا رب انا بشكركم جدا على حلقة النهاردة حلقة جميلة بجد واتمنى لكم مزيد من النجاح ان شاء الله والتخوك وعازي اسمع كل خير ان شاء الله عنكم فترة وكده مشاهدين تكون نهاية حلقتنا بشكركم وعلى وعد بنا بحلقة جديدة ان شاء الله يمر اثنين لك السلام عليكم